في عندنا أسر بقى فتحت على الآخر كأن ما فيش حاجة خالص ولازال في أسر برضو عندها الخوف طب نعمل إيه بقى علشان نتصرف مع أولادنا ونحميهم وفي نفس الوقت ما نحبسهمش نحتفظ بالخوف الصحي طمام يعني نحتفظ بالخوف الصحي ونكون عادات عندنا يعني عندنا وعند أطفالنا تكمل معهم بعدين يعني أنا دايماً بقول أن الطفل علشان أكون عنده عادة محتاج ثلاث حاجات محتاج يشوف ويسمع ويفعل تمام مضربين الثلاث حاجات دولة هضربهم في عامل الوقت والتكرار فأنا محتاج أشوف ماما ويها بتخسل إيديها وتشرح لي تسمعني هي ليه بتعمل كده ليه بتخسل إيديها عشان فيها جرسيم عشان فيها طراب وتخليني أعمل كده قدامها تخليني أخسل إيديها قدامها الحاجة دي لما أعملها كذا مرة خلاص دي بقيت عادة فيها أن أنا هخسل إيديها باستمرار فأنا لازم أشوف ماما بتعمل كده ولازم هي تفهمني بتعمل كده ليه ولازم أنا أعمل قدامها علشان تقصدي إن إحنا بدل ما تبقى الموضوع هي إجراءات إحنا بنعملها وإحنا خارجين تبقى هي عادات عادات عندنا كلنا تبقى خلاص بقت عادة موجودة عندنا كلنا وعند الأطفال فبالتالي دي واحدة من الحاجات اللي إحنا ممكن نقولها للناس علشان يتعاملوا بقى أولادهم داخلين بعد كده للمدرسة ممكن في أباها تخافت ودي وإحنا في النادي وإحنا ماشيين في الشارع أنا مثلاً عايز أعود الطفل أن أنت ما تلمس إيدك إلا وشك بإيدك إلا زكاية إيدك نظيفة فالحل إيه؟ هطهر إيدي كويس بالكحول يا إما همسك منديل مثلاً وأدعك عيني يبقى بمنديل هحافظ على أداية نظيفة أغلبية الوقت هقول له لا لو خرجت مع صحابك هتاك بيتك لوحدك إزاستك لوحدك طبقك لوحدك يبقى دي بقيت ثوابت في حياتي أنا مش دي إجراءات الوقاية من الكورونا دي إجراءات الوقاية من أي مرض يعني كمان أنا محتاجي أن أنا علشان أقدر أننا زي ما إحنا فيه ناس كتير بتقول أن هنقعد فترة ونتعايش مع الكورونا هي فكرة التعايش دلوقتي بقى خلاص هي فكرة أن إحنا نمنع النزول ونمنع الحياة دي ما بقيتش فكرة وردة ما بقيتش فكرة وردة ولكن هي فكرة أن إحنا هنتعايش فعلشان أعمل ده يبقى أنا هبدأ كمان من البيت هبدأ من البيت أن أنا ممكن أعودهم على أن كل واحد ليه طبقه كل واحد ليه معلقته كل واحد ليه كوبايته فهما بطبيعة الحال لو نزلوا الشارع هيبقوا هما متعودين على هذا وعايزين نعودهم على المسافات الاجتماعية لأنها أصلاً دي للصحة النفسية أولاً طبعاً وفي نفس الوقت هي وقاية من أي حد تعبان فإن إحنا كأصحاب وإحنا عادين مع بعض إيه مشكلة لو عادنا بعيد عن بعض شوية إيه مشكلة إن إحنا لو حد تعبان يعتذر عن الخروج المهاردة مصرين عن دوم حمامية يعني لازم تريهم عادين يعني لازقين في بعض التلاحهم، التلاحهم في شهر فهو محتاجين نعلمهم إن هما يعودوا عن بعض شوية ومحتاجين نوصل لهم معلومة إن أنا ممكن أبقى أنا عندي أعراض لو أنا تعبان لأ أنا مخرجش النهاردة أنا عتذر عشان خاطر صحابي عشان خاطر إن هما يفضلوا كويسين أنا أقعد في البيت النهاردة لأن أنا تعبان مش مهم الخروجة بس مهم إن أنا أحافظ على صحيتي وعلى صحيتهم